الكلام حلو مش منامق بقدر ما هو كلام موضوعي جدا خاصة من جانب الكابتن شريف اكرامي عجبني جدا في كل ردوده الحكاية احنا بنسل نفسنا اه بندرس المنافس لكن دراستنا احنا نفسنا احنا نعول على نفسنا الموضوع مفقوش تاريخ الموضوع فيه حالة احنا النهاردة عايزين نعمل ايه واصرارنا وصل لفين واستعدادنا وصل لفين واحنا مستعدين وعندنا هذا الاصرار الصدفة سأت لنا بطلتين في سنة واحدة خسرنا الاولانية في الفاينال ما عدناش استعداد نخسر التانية كلام كله بيعكس شخصية النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي فعجبنا جدا جدا مؤتمر بس بقى هرجع لبداية المؤتمر يا سيد إبراهيم اه يعني ده من المرات ده لقطات من تمرين النهاردة اه من المرات اللي وانت رايح جزائر تشعر بترحيب حقيقي ودفء حقيقي وتقدير حقيقي كل التعليقات اللي جاءت على لسان لعيبة ومسؤولي الثورة بتحمل بتعكس احترام هائل للنادي الاهلي هاي ده بتعكس ازاي اه فمن الحاجات الحلوة انك تبقى رايح تلعب في هذه الاجواء اه يعني اتمنى ان احنا بإذن الله اه يعني نحقق نتيجة ايجابية وبعدين اه خد بالك من اللقطة اللي فاتت دي ها بتقول ايه ان اللعيب دولي زي محمد هاني ياخد صندوق ويشيله مع العاملين اه النادي الاهلي بيعلم في حاجات كويسة قوي طيب لسارتي الحياة في كلامه تحس منه بشخصية المدرب اللاتيني اللي هو دايما وابدا عنده الرغبة في المكسب باستمرار وده بان على اداءه حتى على التغييرات اللي عملها في المباراة الاخيرة للاهلي مع فيتا كلاب وانت كسبان بيعمل تغيير هجومي كويس ان ده يعني احنا في عدد من اللعيبة المميزة جدا على المستوى المهاري في الشق الهجومي محتاجين هزي الروح تكون من جديد لو بتحققوا حضراتكم منو الجزيب كل اللي عملوا من انجازات اسطورية عالية جدا كان فلسفتها باستمرار المكسب شخصية الاهلي اللي دايما وابدا يلعب على الفوز يلعب برا يلعب جوه يلسافر يروح ييجي زي ما شريف قال ما بنقفش عند الاعذار وعند المشاكل وعند الاسباب اللي ممكن تأخرنا او تعطلنا لا احنا بصين لهدف واحد اي فريق بتلعبه بتحترمه لكن هدفك باستمرار البحث عن الفوز فانا اعتقد هذه بذرة يبزرها المرت اللي صارت المدير الفني الارجوياني مع هذه القدرات العالية هجوميا من اللعيبة في الشرق الهجومي بإذن الله تظهر باستمرار وتتثبت الصورة بشكل كويس في مباراة الغد ان شاء الله يتمكن الاهلي من تحقيق فوز عشان يستمر في صدارة هذه المجموعة بكرة الاجتماع الفني للمباراة هيحضر الكابتن ساد عب حفيز مدير الكورة والمهندس سامير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز عشان يعرضوا كل الامور التنظيمية مع مندوبي النادي الجزائري بالاضافة الى طاقم التحكيم ومرائب المباراة دي بشأن كل العمليات التنظيمية يمكن المنسق المباراة الليبي على الجيلاني اكد وصول طاقم التحكيم ومرائب المباراة لسه وصلين النهاردة الخميس لكن في كل الاحوال الاجواء كلها في الجزائر بتقول زي ما المهندس عدلي اشار انه فيه ترحيب كبير بالنادي الاهلي حتى التصريحات اللي صادرة من الجهاز الفني الجزائري ومن رئيس النادي ومن كل المسؤول النادي بيقولك احنا فخورين جدا ان احنا باللعب نادي القرن بتاكس احترام حقيقي يعني فارجو ان الملعب يترجم المشاعر دي كلها اشتركوا في القناة